سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي المحاضرة رقم 8 واحنا مارس 21-23 باختصار شديد احنا خلصنا الثلاث شابتر الاولين شابتر الاولاني خادنا overview عامة عرفنا فيها مميزات وعيوب نظم التحكم الهايدروهليكي مقارنة بنظم نقل القدرة والتحكم فيها الاخرى اللي هي الميكانيكية والهايدروهليكية والنيوماتيكية وعملنا تفصيل كبير من وجهات نظر مختلفة الشابتر الثاني انتقلنا لمراجعة مجموعة من الاساسيات اساسيات في الميكانيكس في الفيزيكس في الفلوود ميكانيكس في الهايدروليكس علشان نراجع مجموعة من الاصول والفندامينتالز وصحقنا بعض المفاهيم واتكلمنا على مجموعة من الاخطاء الشائعة واتنقشنا منقشة مفصلة في موضوع line losses وعرفنا زي نعمل له quantification وبعدين اتنقلنا للشابتر الثالث اللي خادنا فيه كيس نعيشنا فيها الميثودولوجي بتاعت عمل سايزينج للسيستم ابتداء من اللود وقلنا الميثودولوجي المنطقية انك تبدأ من اللود باكورد وتاخد في اعتبارك كل الـ inefficiencies في الـ components واللوس في الـ lines والبالوف والـ components المختلف وعملنا منقشة تفصيلية في هذا الكلام الشابتر اللي احنا بصدده دلوقتي هو الـ hydraulic pumps والموتورز اه ليه انا عندي الـ pumps والموتورز زي ما حضركم شايفين كده في شابتر واحد ليه مفيش شابتر منفصل للـ pumps وبعدين للموتورز لانه هم اتنين ميكانيزم زي بعض بالظبط بس يعملوا function عكسية فوانا ماشي كده عايز لو في مقارنات اعملها بين الميكانيزم ده والميكانيزم دايما اعملها بدل ما اعمل ده في شابتر واحده وبعدين ارجع اعيد الكلام كله في شابتر تاني فحطيتهم في شابتر واحد عشان كل الفروق والـ similarities والـ differences يعني الحاجات اللي شابه بعض والحاجات اللي مختلفة عن بعض نقدر نذكرها في كل خطة واحنا ماشيين ده الـ outline بتاع الشابتر ده عشرين نقطة غير ما حضركم شايفين وهو الشابتر نفسه مقسم لثلاث اجزاء يعني الجزء الاولاني انا هتكلم على basic principles لـ generic pumps مش هتكلم على pumps بحدد في حدوده لكن هتكلم على basic principles لـ generic pumps الجزء التاني هتكلم فيه على performance evaluation اللي هو احنا منه نقدر نطلع في الاخر نقول والله المضخة دي احسن من المضخة دي للتطبيق ده هنصل للمرحلة دي ازاي لما نعرف ازاي نعمل performance evaluation ونحسب الـ efficiencies وهو الاخر فالجزء التاني ده برضو فيه يعني quite good amount of mathematics الجزء التالت اللي هو هنتكلم فيه بقى على construction وال operating principles تستعد كل ميكانيزم اللي هو الـ gear pumps والـ beam pumps والـ pistols خلاص فنبدأ على بركة الله الشابتر الاولاني السوري الجزء الاولاني في الـ block diagram انا بفكر حضرتك لو قلناه سابقا انه اي نظام هيدروليكي هو بيتكون من prime over بيدور مضخة فالمضخة دايما بتظهر كالعنصر الاول في النظام التحكم الهيدروليكي وبعدين المضخة دي بتطلع عليك لمسان باور اللمسان باور دي انت مطلوب حضرتك تتحكم فيها بعائلة من الـ blue او سمامات سمامات التحكم اللي هي تلتة علاقات رئيسية pressure control و flow control و direction control وانا بحب اعيد و اكرر انه لما بنتحكم في الضغط احنا ultimately بنتحكم في load اللي هو قد يكون force من cylinder او torque من motor ولما بنتحكم في flow احنا ultimately بنتحكم في السرعة اللي هي قد تكون linear speed بتاعت cylinder او rotational speed RPM بتاعت motor فبالpressure control والflow control مع بعض احنا بنتحكم بواحد منهم او بهم هما الاثنين مع بعض بنتحكم في المجنيتود بتاعت transmitted power وبعدين بالdirectional control family of valves بنتحكم في الاتجاه بتوصل القدرة في شكلها النهائي للمطور فالمطور هنا بيظهر كاخر عنصر او actuator بصفة عامة بيظهر كاخر عنصر في دائرة التحكم الهيدروليكي لانه هو اللي بيتصل بالload بشكل مباشر و بيتحكم في اللود فده اول دي اول slide نجي ناخد تفصيل هنا عن المضخة الرمز بتاع المضخة زي ما حضراتكو عارفين عشان نعمل interpretation او تفسير للسيمبول ده زمان قلنا في نهاية الشابطة الاولاني انه الالفابيتكس بتاعت السيمبول دي او اللي احنا بنقول عليها السيمبولوجي اتبنت على اسس انه لو كان العنصر هو rotational element زي pump او مطور بيبقى الجزء الرئيسي في السيمبول هو برعا دايرة عشان يعبر عن الحركة الدورانية وبعدين في مجموعة من الاضافات مجموعة الاضافات هنا اللي احنا حطينا حطينا triangle كده مثلث مصمط وهذا المثلث المصمط بيشير الاتجاه الضخ يعني لما شوف المنظر المثلث ده كده اهو اعرب على طول ان الport اللي فوق دي هي discharge port والport اللي تحت هي intake او suction port خلاص تسميها intake port تسميها suction port ماشي فوق نسميها delivery port نسميها discharge port نسميها pressure port كل دي اسماء متفق عليها خلاص ايه اللي يبقى الخط ده الخط ده الواحده يمثل خط السعب الخط ده يمثل خط التضفق او pressure الخطين اللي انت شايفهم دول بيمثله اللي هو العمود بتاع المضاخ طيب لو انا جيت روح تراسم خط رأسي هنا كده ده يمثل ايه ده يمثل نص الكابلنج علشان لما اجي اعمل النص التاني اعمل خط تاني كده يبقى ده بقى الكابلنج وبعدين ده كده بقى العمود بتاع مين بتاع البرائموفر لو البرائموفر ده الالكتريك موتور بيبقى برضو دايرة محطوط فيها ايه حرف ام يبقى ده مطور بيدور ايه مضاخة وده الشافت بتاع المضاخة وده الشافت بتاع المطور والخطين المتوازين دول هم الكابلنج ولو حبيت كمان تقدر تعمل كده ايه الحتة دي؟ الحتة دي بتمثل ايه؟ بتمثل البيل هاوزنج ذو البيل هاوزنج purchases القابلنج لانه شبه الجرس خبه الجرس حسنا خطوة المتوازين احمد العامد اهمんとبط البيل هاوزنج يجبخانه لانه شبه الجرس طيب اه ليه هو شبه الجرس لانه المطور فيزيكالي اللي بيدور الترمبا حجمه تقريبا عشر مرات قد الترمبا ليه لان احنا قلنا المضخات الهيدروليكية العناصر الهيدروليكية عندها باور دينستي عالية لو فاكرين الكلام اللي احنا قلنا قل كلمنا عليه في الشابتر الاولين ففيزيكالي هتلاقي المطور كبير كده وبعدين طالع منه عمود وبعدين قادي الكوبلن هوا اللي هو الكابلنج يعني وبعدين كده الايه المضخة المضخة هتلاقي صغير في الحجم كده هتلاقي عشر المطور طب هنركب المضخة دي المطور ازاي هتلاقي انه المطور له فلانج هي فلانج انا بقول لك التعبير الداريج والتعبير الاكاديمي يعني وفيه كمان هنا للبومب فبنجيب العنصر ده اللي احنا بنسميه بالهاوزينج اللي هو بيبقى شبه الجرس ده كده وبنربط هنا بمسامير وهنا بمسامير وهنا بمسامير علشان يبقى منه سبقورت للترومبا شاي للترومبا مع المطور وفي نفس الوقت مغطي الكابلنج فبنسميه بالهاوزين بالرمز اللي انت شايفه ده انت لازم تعرف اللغة علشان تعرف تتكلم وعشان تعرف تفسر اي سركة بتقراها طيب جميل ايه الحروف الموود الحروف دي برضو ستاندرد ما انتش على مزاجك تسمي زي ما انت على مزاجك فهنا ان دي دايما بتطرمز للر بي ام والكيو بتطرمز للفلو والدي بتطرمز للديس بلاسمينت او اللي هو معناها يعني الصيز هتلاقي في اوروبا بدلا ما بيستخدمه دي بيستخدمه في جي اللي هي ايه جيومتريك فوليوم عشان يقوله ده الصيز بقى لكن في باقي العالم او في امريكا على خصوص بيستخدمه دي اللي هي ديس بلاسمينت بمب ديس بلاسمينت اللي هي الصيز بتاع ايه بتاع المدخل خيط معناها ايه الدزيجنيشنز دي معناها انه لما البمب دي يبقى عندها صيز دي وبالدور بسرعة ار بي ام يبقى احنا منتظرين ان المدخل دي تعمل ديس شارج قيمة كيو يبقى الفلو اللي طالع من الترمبا ده بيعتمد على حاجتين الحاجة الاولانية قد ايه المدخل كبيرة وده هو الدي وقد ايه المدخل مدخل بالدور بسرعة يبقى ده هو الان وطبعا كلنا عارفين من قبل كده ان الكيو اللي طالع من المدخل بيساوي ايه بيساوي الديس بلاسمينت هناخد معادلة بالبالانس 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 بيونيس قريب قوي بس انا بديك كده هيد يبقى الفلو للصيز وبربورشنال للر بيم تايب كويس ده الجزء ده ايه بقى الجزء ده بيقول ايه الجزء ده بيقول ايه الجزء ده بيقول ان البومب دي كبلاك بوكس كده هي ديفايس بيعمل ايه بياخد الانبوت ميكانيكال باور من البرايموفر في صورة عمود بيلف باربي ايمه معينة وعليه عزمه معين ويحول الانبوت ميكانيكال باور دي لأوتبوت هيدروليك باور اللي هي عبارة عن المفلو اجينست سيستم بريشن يبقى ادي الوظيفة بتاعت الترمبة عبارة عن ميكانيزم اول ما بيدور بيحول الانبوت ميكانيكال باور لأوتبوت هيدروليك باور طيب البرشن عند الانتيك او السكشن بورت دايما بيبقى اه 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 اوليه والقيمة بتاعته تكاد تكون قيمة نيجليجيبول with respect to the outlet pressure يعني اللي طالع من الترمبة عادة الترمبة بتزق علشان قطر تدور حمله وتتغلب على اللصس وهو الاخره فالبريشن في اللي بتاعت الترمبة بيبقى عالي الالت بريشن هنا بيبقى يعني اما بيبقى slightly less than the atmospheric pressure عامل كده negative zone علشان يقدر يسحب من الزيت من الخزان لو الزيت بتاع الخزان متعرض للاتموسفيريك بريشن او احنا كمان ممكن نعمل بوستينج زي ما احنا قلنا قبل كده بنزغط الترمبة بنعمل بوستينج فالبريشن بيبقى slightly higher than the positive than the atmospheric pressure وهو في الحالتين بنقدر نهمله فدايما باي ديفولت لما نتكلم على ضغط المضخة باي ديفولت بنقصد الاوتلت بريشن مش الانلت بريشن او الديفرنشل بريشن خلاص؟ ده المضخة نجي نبص على المطور نفسر السيمبل بنفس الطريقة هو روتيتين ديفيس فالبيزيك بارت او دي سيمبل از سيركولر لكن حتلاقي التريانجل هنا فليبت يعني تقلب علشان تريفيل او يوحي انه الديفايس ده مش بينتك فلوه ده بيستهلك فلوه فانت بتديله بفلوريت معين يتوافق مع السرعة دي ومع الايه الصايز ده فبما ان المطور ده له صايز معين وبيستلم فلوه معين المفروض انه يطلع لي الديفعين معينة على الشافت بتاعيه ويبقى الجزء ده هو المطور ده يلف في اتجاه معين دايما الانلت بريشور اعلى من الوتلت بريشور يبقى الهاي. يبقى الانلت بريشر في الانلت سايد هنا اكبر من البرشر هنا في اللي هو راجع 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 من الموتور. طيب هل زي المضخة باي ديفولت لما ننتكلم على ضغط الموتور بنقصد الانلت بريشر في الواقع هنا لازم تكون حازر شوية. ليه? لانه في المضخة احنا عارفين بالتأكيد المضخة دي بتسحب من الخزان. فالضغط هنا يكون اقل شوية من الاتموستيريك بريشر. يكون اعلى شوية من الاتموستيريك بريشر لو كنا بنعمل بوستين. فهو في الحالتين هو بالنسبة للهاي بريشر. لكن لما تيجي للموتور هل في كل الحالات الراجع بتاع الموتور ده راجع للتانك؟ لا مش في كل الحالات. لانه احيانا ممكن اكون عايز اعمل من هنا عشان اعمل سبيد كنترول. متر اوت سبيد كنترول بنسميه. فليس بالضرورة ان القيمة بتاعته تكون مهملة بالنسبة للالت بريشر. يعني ممكن جدا وارد لو انا بعمل متر اوت كنترول زي كده. قبل الزيت ده ما يروح للتانك اكون انا احطي التراطل هنا. وبخلق علشان احدد سرعة الموتور. فيبقى الضغط هنا مثلا. ميتين بار مثلا. والضغط هنا مية. هل المية مهملة بالنسبة للميتين? ها? لا طب. لا. ها. يبقى اذا مش في كل الاحوال انا اقدر اهمل الاوت لت بريشر. اهمله فقط امتى? لو انا ده رايح على التانك مباشرة. في الحالة دي اه قدر اهمله. فلما بنيجي نتكلم على ضغط الموتور لازم نكون حزرين. باي ديفولت لما اجي تكلم على ضغط الموتور انا بتكلم على الديفرينشيل بريشر اكروس الموتور. مش الانلت بريشر لوحده. خلاص? طيب. الديفايس اللي اسمه الموتور ده بيعمل ايه? الديفايس ده بيعمل? بياخد الانبوت هيدروليك باور لان انا بديله فلو اوف بريشر ايزد فليويد هو الميكانيزم اللي بيروح محوله لأوتبوت ميكانيكال باور اللي هي شافت بيدور وتقدر تحط عليه عزم معين. خلاص? اي اي والاكواجين بتاعة الموتور هنا هي نفس الاكواجين بتاعة ترمبا الفلو اللي انا بدي للموتور. يتناسب طرديا مع حجم الموتور. والسرعة اللي انا عايزها. بس احنا لما بنيجي نتكلم على الموتور ما بنحبش نحط المعادلة في الشكل ده. ليه? لانه الاوتبوت بتاع المطور ما هوش فلو. الاوتبوت بتاع المطور هو ار بي ام. فده معناه ان انا ممكن اكتب المعادلة دي بشكل اخر. واخليها عبارة عن ال ان اللي هي الاوتبوت بقى بتاع المطور. يتناسب طرديا مع الفلو ادي ايه? ويتناسب عكسيا مع حجم المطور. يعني ايه? يعني المطور ده سراعته تزيد كل ما الفلو ده بيزيد. وفي نفس الوقت سراعته تزيد كل ما حجمه يقل. يعني مطور انا بديله عشرة لتر في الدقيقة وحجمه اكس. هيديني الف ار بي ام. لو المطور ده انا بديله هم هم العشرة في لتر في دقيقة. بس حجمه نص اكس. هيديني اه الفين ار بي ام. بالزبط. لو هو حجمه اتنين اكس. هيديني نص الايه? نص الار بي ام اللي هي خمسمية. يبقى ازا بيتناسب طرديا مع الفلو وعكسيا مع ايه? مع الار بي ام. خلاص? خلي دافل معك عشان نحتاجه اه في المستقبل واحنا بنتكلم على اه البرفورمانس. طيب عرفنا دلوقتي تفسير السيمبول للقومس وللموتورس. اه 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 لو انت عايز يعني تحسن فهمك لوظيفة القومب والموتور هم الاثنين فونكشنالي اكويبلانت للجينيريتور. والستارتر موتور اللي هم الدينامو اللي هو موجود في العربية بتاعتك. والستارتر موتور اللي هو موجود المارش اللي بيسموه المارش في العربية بتاعتك برضو. ليه? لانه المضخة دي تحت فرق الضغط ده بتديلك الفلو ده. والجينيريتور ده برضو تحت فرق الجهد ده بيدي لك الالكتريكال كارنت ده. طب ما هو الالكتريكال كارنت هو فلو بس فلو اف الكترونز. والافورد هنا هو فولتج ديفرنز اللي هو اكويبلانت للدفرينشال بريشور. عشان كده بعض الاكاديميك لتريتشور بيسمو دي هيدروليك جينيريتور. اه الالكتريك موتور زيه زي الهيدروليك موتور. الهيدروليك موتور بياخد فلو اف فلوود وده بياخد فلو اف الكترون. وتحت فرق الضغط هنا او تحت فرق الجهد هنا بيدي لك ار بي ام بيدي لك ار بي ام فهم كده لو انت عايز تحسن فهمك ايه المضخة بتعمل ايه وايه الهيدروليك موتور بيعمل. طيب نكمل. دي بقى الساتيلايت فيو او يعني اه لو انت عايز تشوف من من نظرة فوقية كده اه اه ايه اللي احنا هننقشه. اه اللي احنا هننقشه اه انه البومبس والموتورز دول قد يكونوا هيدروستاتيك وقد يكونوا هيدرو دايناميك. الحكاية القديمة اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا في الكورس ده مش بغطي الهيدرو دايناميك موشيز انا بس مركز في الهيدروستاتيك موشيز. لكن هناخد فرصة بسيطة كده نعمل مقارنة بين الهايدروستاتيك بومبس والهايدروستاتيك والهايدرو دايناميك بومبس. ونشوف شوية تفاصيل صغيرة كده. وبعد كده هننسأل الهايدرو دايناميك بومبس بقى خالص لان ده كورس تاني خالص. وهنكمل مع مين مع الهايدروستاتيك. طب تحت المظلة بتاعت الهايدروستاتيك دي. في تفصيلات تانية. ايه هي? التفصيلات هي الميكانيزم اللي احنا هننقشه ايه? في عندنا جير تايب وفين تايب وبسنو تايب. عايزين نخش جوه كل مربع من دول ونشوف تفاصيله ايه? وفي ما يخص الحجم. في عندنا فكس ديس بليسمينت وفيريابل ديس بليسمينت. يعني ايه? يعني يا اما المطور او المضخق عندهم حجم ثابت يا اما حجم متغير كنترولابل ومن توزيع الاسهم اللي انا عملها دي. حضرتك هتكتشف انه ايه? انه اي ميكانيزم منهم ممكن يبقى ثابت. لكن لما نيجي للمتغير الفين طايب بس والبيستون طايب بس هم المتغيري. فلما كنا بنعمل انترفيو للناس اه اللي اه جاية تتاخد وظيفة في الهايدروليك يعني? اقول له ايه رأيك في في اللي جير. لو بدأ يبص في كده ويقول والله الجير condemnابل اه فاه. لو بصل في كده وقال لي اللي جير نبضح دي ربض حيلوة بس كفائيتها هكلك مكلة وبتاعد في منواق مش فاهم لاني مفيش حاجة اسمها فالرغوا كفلان وما بياخدش الوظيفة. اه من ناحية الستقبل ممكن يكون يلف في اتجاه واحد أو ممكن يكون يلف في الاتجاهين في نوع خاص جدا اسمه over center وده للبمس بس ده applicable للبمس بس مفيش over center موتر. هتسألني ليه? المفروض انه نسألني ليه? تسألني هو الover center. وليه هو بس applicable للبمس. اجابات الاسئلة دي هتيجي في اخر الشابتر. في نص مرة في نص الشابتر وما اعرف اخر الشابتر. فبس انا بديك بس الصورة الكاملة وبعد كده هنقيم آآ هنكمل. طيب. بس بعد قدرنا حضرتك. بالنسبة للبي دايريكشنال. ايوة. تمام. البي دايريكشنال ده هو اللي يجب ان انا بغيره. يعني انا اللي بيعكس الاتجاه. اه مهو ده الفرق ده الفرق بين البي دايريكشنال والover center. في البي دايريكشنال انت شخصيا اللي بتعكس اتجاه الاتجاه الشافت. لكن في الover center من غير ما تعكس اتجاه الشافت تقدر تعكس اتجاه الفلوق. ازاي مش هتقدر تفهم ازاي الا لما وريكي الميكانيزم نفسه. تمام? تمام. طيب. نكمل بقى ايه هنا. بالنسبة للموتورز زي ما فيه حالة خاصة للموتورز. ايه الحالة خاصة للموتورز? الموتورز اما انها high speed low torque او high torque low speed موتورز. الميكانيزمين دول مختلفين تماما. انا في الكورس الانترودكشن مش بغبتي ده لانه معقد شوية وما ينفعش في introductory level. طيب لازم اجاوب الاول يعني ايه high speed low torque و high torque low speed وليه? ليه عندي الاتنين كاتيجوري دول? الميكانيزمات الكلاسيكية اللي عندي اللي هي الgear type والveen type والبيستون طيب اللي احنا هندريسهم. دول مصنفين كhigh speed low torque موتور. يعني ما ينفعش ادورهم بسرعة بطيقة. ليه ما هنفعش ادورهم بسرعة بطيقة? لان زي ما انت شايف كده في الكورف في الف الف كورف ده اللي هو الاكس اكسس ده الار بي ام. والواي اكسس ده الفريكشن. لو بنتكلم على gear motor فانا عندي كمية احتكاك كبيرة بين الجيرز. ولو بنتكلم على vein motor برضو عندي كمية احتكاك كبيرة بين الفينز والكامرينج. ولو بنتكلم على piston motor برضو عندي كمية احتكاك اللي هو sliding correction يعني بين البستون والبستون شيمبر بتاعه. فكمية الاحتكاك دي في السرعة الواطية بتبقى مرتفعة زي ما حضرتك شايف هنا في الجزء ده كده. خلاص? فلو حضرتك. if you are looking to force the motor. لو انت عايز تجبر المطور انه يدور بسرعة بطيئة نتيجة انك بتديله flow قليل لان السرعة بتاع المطور مرتبطة بالflow. بالإلت flow. لو انت عايز تخلي المطور يدور بسرعة بطيئة نتيجة انك تديله flow قليل. النتيجة ان المطور نتيجة الفريكشن العالي ده مش هيدور يونيفورملي هيدور ايراتيكالي هيبقى ماشي كده يعمل خلاص? عشان الفريكشن ايه عالي. فيعمل فيعمل stop slip stop slip stop slip كده يعني. فهيبقى بنسميها ايراتيك موشن لو انت حبيت تعمل كده. فلو انا عندي بستخدم الميكانزمات دي اللي هو الجير طايب والفين طايب والبيستون طايب عشان ادور حمل بسرعة بطيئة ببقى مضطر ان انا جيب بينهم ايه؟ جير بوكس. حملت نفسي جير بوكس و المشكلة كبيرة. لكن كنا نتمنى ان يبقى في ميكانزم اللي هو يستطيع انه يدور يونيفورملي ويديني هاي تورك ويدور يونيفورملي بسرعة عنده سرعات بطيئة ده اللي احنا بنسميه HTLS اللي هو هاي تورك لو سبيد موتور. والميكانزمات دي او السر فيها ايه؟ انه غير لسلايدين فريكشن الى رولينج فريكشن بدل ما يستخدم مثلا ناين بيستونز والبيستون بيستون شيمبر اسيمبلي كلاسيكال اسيمبلي ده لا هو غيرها لميكانزم تاني عبارة عن مجموعة بلانجرات والبلانجرات دي اللي بتنتهي برولر بيرنج كده ماشي على كام سيرفس لها طريقة معينة غير اللي احنا هندرسه بس هي مش موجودة فين في الكورس ده. بالتالي النتيجة اللي حصلت ايه؟ هما عملوا فلاتنينج يعني 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 فاردوا الكيرف بتاع الفريكشن ده على رنج سرعة عالية رنج سرعة اوسع من هنا فبقت المينيموم سبيد هنا اقل من المينيموم سبيد هنا يعني الهاي تورك لو سبيد دي ممكن تدور يونيفورملي حتى غاية واحد واحد ار بي ام ودي اللي احنا بنستخدمها في مثلا التونيلينج ماشين اللي هي بتحفر الانفاء وبنستخدمها كمان في الهايدروستاتيك آآ درايفز اللي هي بتمشي على جنازير كبيرة وبتعمل كروينج يعني بتسحف ما هيش يعني بتمشي على اسفلت ولا حاجات زي كده هي بتلاقي الان مينيموم ايه؟ واطي او. طيب زي ما زي ما الفريكشن عالي في الان مينيموم الفريكشن عالي برضو هنا بعد سبيد معينة فدايما الجير تايب والفين تايب والتيسون تايب الموتورز اللي احنا هندرسهم بيبقوا مرتبطين بان مينيموم اللي تحتها السبيد تبقى اه اللي تحت السبيد دي الموتور ما يعرفش يمشي يونيفورملي بيمشي اراتيكالي او بيدور اراتيكالي وفوق سيرتين ار بيم فوق سيرتين ماكسيموم ار بيم بيدور اينفشن لان برضو فريكشن عالي هنا وبيتحول لحرارة اه وبتفقد قصاده جزء من التورك فبالتالي بيبقى لا قبل الان مينيموم الموتور ده المفروض يدور ولا بعد الان ماكسيموم الموتور ده المفروض يدور وتبقى دايما باوندد بالايه؟ بالسبيد رينج النارو سبيد رينج او مش نارو قوي يعني بس ريلاتيف لي وده مختلف تماما عن 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 الميكانيزم دي اللي هي ان شاء الله هتبقى في الجزء الثامن يعني تمام فدي هي الهاي تورك لو سبيد موتورس تمام؟ اي سؤال غير دلوقتي؟ طيب ايوة اللي صمحتها ذوك تفضل الكلف اللي فات ايوة في اللي هو الهاي سبيد لو تورك اللي هو عيسار لا اللي هو عيسار طايت ماشي اللي الوقت هنا ايوة انا عندي فيه عندي فيه عندي فيه عندي الريجون اقل من الان مليمو اه طب انا انا لازم اعدي على البس تهون على التراجيكتوري دول طب انا انت لما بتدي الفلول المطور هو بينط الحتة دي بسرعة ما اه يعني انت 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 بتفتح بلف بيروح له هو اه مثلا الفلوريت الريتد بتاعه خلاص هو بيلفه لفة لفتينته بيكدير في البتاع دي وبعد كده بياخد سريعته بسرعة على طول يعني هو مش بيمشي ببط وبعد كده يكمل لا لا ده هو بينط على انه بعد انه اه 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 مفيش يعني مفيش ترانزينت مفيش ترانزينت تايم كبيرة قوي يعني موكادو كبيرة طيب نيجي بقى هنا اه اه نتكلم على الفرق بين يعني ايه هيدروستاتيك بومب ويعني ايه هيدرو دهانامك بومب اللي هي في الاخر يعني ايه بومب ويعني ايه سنتريفجل بومب فرق جدا في طريقة عمل الميكانزمين فتعالوا مع بعض نشرح يعني ايه positive displacement principle of operation خلاص على جينيريك بومب ايا كان الميكانزم بتاعها فايا كان الميكانزم بتاع ال positive displacement بومب في الاخر البومب دي بتتكون من مجموعة من ال pumping chambers يعني لو تخيلنا جير بومب فال space between two consecutive teeth هو pumping chamber ولو بنتكلم على vein pump ال space برضو اللي هو between two consecutive veins هو برضو pumping chamber ولو بنتكلم على piston pump ال piston piston chamber assembly هو في حد ذاته pumping chamber طيب لما تيجي تدرس طريقة عمل المضخة دي هتلاقي ان كل pumping chamber من pumping chambers اللي موجودين في المضخة طيب بعملوا سيناريو محدد خلال 360 degree اللي هي one shaft revolution وبعدين السيناريو داي يتكرر 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 مع دوران الترمب طيب دالي pumping chamber رقم واحد طيب رقم اتنين بتعمل نفس السيناريو مع face shift الفيس شفت داي يساوي كام؟ يساوي 360 على عدد ايه؟ المراحب عدد ال pumping chambers اللي عندك تمام؟ تمام يعني عشان لو نفهمه اكتر لو انا عندي piston pump مكونة من 9 pumps يبقى الفيس شفت بيساوي 360 على 9 بساته يبقى piston رقم واحد يبدأ عند 0 degree ويقسم 360 على 9 وبعدين اللي بعده يعمل بعده ب 360 على 9 وبعد كده اللي بعده يعمل بال 360 على 9 في 2 وهكذا طيب عايزين نشوف بقى pumping chamber دي بتعمل ايه؟ تعال اخدكم كده في طور في رحلة جوة pumping chamber دي هننط جوة pumping chamber والفرج بتعمل ازاي؟ في الدرجة صفر اللي هي بداية suction stroke هتجد ان pumping chamber دي لها حجم بنسميه vi indicating initial volume لها certain initial volume طيب لما العمود يلف ال initial volume ده بيزيد 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 حجمه من initial volume لغاية ما يوصل ل final volume عند الدرجة 180 كويس؟ طيب طيب pumping chamber دي pumping chamber دي اا بتزيد في الحجم وهي من يعني هي مش متصلة بال ده هي محكمة الغلق اي حجم محكم الغلق حجمه بيزيد الضغط جوة بيجراله ايه؟ هم؟ لو هيحصل عملية compression لا الاول expansion اه expansion لانه الهجم اللي جوة بيعمل له expansion لانه اي تخيل ان انت معاك بلونة وانت مسك جدار البلونة ده وبتشده البرة يبقى الضغط اللي جوة البلونة بيجراله ايه؟ بيقل بيقل خلاص؟ طالما الضغط بيقل لو انت موصل الحجرة دي بالخزان في الوقت ده والخزان ده عليه حتى اتموسفيرك بريشر من غير بوستينج ولا حاجة ايه لا هيحصل؟ سكشن هيحصل سكشن ليه؟ لانه الضغط دايما عايز يتعادل بين الضغط الاتموسفيريك والفاكيوم اللي تخلق جوة فين؟ جوة جوة الشامبر دي كويس؟ ده اللي احنا بنسميه ده اللي احنا بنسميه سكشن ستروك خلاص؟ يبقى المضخة دي لو بدأت مثلا يعني بوان سنتيمتر مكعب البومبين شامبر دي لو بدأت بوان سنتيمتر مكعب وانتهت بوان بوينت فايف سنتيمتر مكعب يبقى سحبة قد ايه زيت؟ بوينت ناين لا لو لو بدأت بوان وانتهت بوان بوينت فايف يبقى سحبة بوينت فايف بقى سحبة بوينت فايف سحبة النص مش كده هو الفرق بين الفاينال فايم والانيشيال فايم مش كده؟ تمام طيب جميل لو انا عندي بقى ناين ناين باستونز يبقى حجم الترنبا دي ايه كام؟ هندرب البوينت فايف دي ايه في الناين بالظبط ده ده الجيومتريك فوليوم ده بالظبط اللي هو اسمه ايه؟ الجيومتريك فوليوم لكن في الواقع هي ما بتقدرش تسحب بالظبط قدد الحجم الجيومتريك فوليوم ليه؟ لان فيه حاجة اسمها فيلين كوفيشينت انت حتى لما عندك حقنة وبتشد الحقنة كده ها؟ عشان تسحب الدواء من الباطل بتاعتها الحقنة دي ما بتتمليش هندر برسنت ليه؟ لان فيه حاجة اسمها فيلين كوفيشينت مش ممكن هيدخل الفليود ويبقى يعني ملامس للسطح الداخلي بالظبط عشان كده دايماً هو الراجل اللي بياخد الحقنة بيراه ضخخ منها شوية قبل ما يديها للراجل ليه؟ عشان يطلع اي هوى تسحب معاه تمام؟ معلين؟ تمام طيب يبقى احنا المضخة دي زادت من initial volume ل final volume سحبت وبعد كده لازم تعمل حاجة مهمة جداً اللي هي ايه؟ تعدي الحاجز اللي هو بين low pressure side وال high pressure side في المضخة اي مضخة positive displacement لازم يكون عندي barrier يفصل ال high pressure side من low pressure side ال barrier ده ما هوش physical barrier ده بس مجرد ال clearance اللي هو بين high pressure side وال low pressure side ال clearance ده لو حصل contamination ده بيخلينا دايماً حازرين الزيت يبقى انضيف ليه؟ لانه لو حصل contamination وال barrier ده او ال clearance ده بدأ يحصل grinding وال clearance بدأ يزيد الترومبا بتفقد ايه؟ بتفقد قوتها وبتفقد كفائتها وما بتدكش الفلول اللي انت عايزه لانه بيحصل leakage خلاص بيحصل internal leakage فلازم نحافظ على زادت كويس علشان ال barrier ده يبقى موجود لازم تعدي الشمبر دي من low pressure side تنط الحاجز ده تروح لل high pressure side طيب راحت high pressure side مع دوران الشافت في نص العمود في نص الدورة التانية في نص يعني الدورة في نص اللفة التاني الحجم ده الميكانيزم بيخليه قل يقل 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 يروح مندفع الزيت خارج المضخة دي ملوش حل انه يروح فين؟ يروح قدام يروح يتغلب على اللصص ويدور الحمل وهو هاي الاخر لكن هل بيروح كله؟ الحقيقة لا ليه؟ لان في جزء من الزيت غصب عننا بيرجع من خلال الحاجز ده في صورة internal leakage خلاص؟ هل ال internal leakage ده شيء وحش 100%؟ لا ده احنا بنسمح بنسبة محكمة مقبولة من الليكيج ده عشان المضخة تزيت نفسها خلاص؟ يبقى اذا احنا بنسمح بcontrol amount of leakage for the sake of self lubrication requirement ويده مقبول وبالتالي الزيت اللي طالع من المضخة ما بيعتمدش الثيوريتيكالي المفروض يبقى على قد ال geometrical volume بس نتيجة filling coefficient ونتيجة internal leakage بيبقى دايما اللي طالع من المضخة اقل من الثيوريتيكال نتيجة الايه؟ نتيجة الحالتين ده لو انا عايز اقلد المضخة دي لو انا ممثل مثلا وعايز اقلد المضخة دي اشوف هي اشتغلت ازاي فهلاقي ان pumping chamber هتعمل حاجتين هتعمل شفطت وبعد كده هتنط الحاجز وبعد كده هتضخ الزيتبر اللي انا عملته ده معنى ايه؟ اللي انا عملته ده معنى انه الفلو اللي خارج من المضخة ما هو Ash continuous stream of flow The intermittent stream of flow pulsated لما pumping chamber الاولية هتعمل كده واللي بعدها هتعمل كده واللي بعدها هتعمل كده يبقى لازم تتوقع ان دي الزيت اللي خارج منها هيبقى عامل كده. زي الزبط. ايه اعظم موجودة في الدنيا? القلب. بالظبط لان اللي خلقها ربنا. اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. من غير من غير صيانات. لا هي فيه. هو في الرواقع فيه صيانات ايه? اولا فيه صيانات مادية. فيه صيانات مادية ان حضرتك تاكل كويس. ما 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 تاكلش جونك فود وما تاكلش متاعه وتحاسب من الدهون وما الاخر. وفيه صيانات روحانية يعني يعني بتبقى عارف ربنا. صلي بقى بأي شكل من الأشكال يعني بابابت اتصال بينك وبن ربنا. فالصيانات الروحية دي والصيانة المادية هم اللي بيخلوا القلب داي يشتغل تامانين سن. من غير ما تروح لدكتور ولا حاجة. هات لي مضخة يعني عملتها اعظم شركة في العالم عاشية تمانين سنة من غير ما يبقى مطلوب لها الصيانة. فهو الان بيعمل نفس الموضوع ده. اللي هو. تعال اوريك مجموعة من الانيميشن كده. رقم ثلاثة مثلا. نشوف. ده. الشكل اللي حضرتك شايفه ده. بيوري لك المضخة. بناء على فهمك دلوقتي. انه جنب الشمال ولا اليمين. هو اللي بيحصل فيه سكشن. الشمال. تمام. طيب. ممكن نشوف ده كمان مع الشافت وهو بيدور. هتلاقي انه مع مع العمود وهو بيدور. هتلاقي الحجم بتاع البومبين يزيد. فيحصل سكشن. وبعدين يقل فيحصل وهكذا وهكذا وهكذا. ده الكنسيبت بتاع البوزيتيف ديس بلايسمينت بومبس. تمام? اولي لك انيميشن تاني. لو احنا بنتكلم على يعني بيستون بومب. فالبيستون ده لما يرجع الورى. بل في السحب يسحب. فناخد زيت من الخزان. وبعد كده لما البيستون ده يمشي القدام. بل في السحب يقفل. وبال في الطار دي يفتح. فالزيت يخرج على بر. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ اه السنجل بيستون بومب. اه لكن في البومبس بتاعتنا اللي احنا هنشوفها مش هنشوف دي. لكن هيبقى عندنا بس هو الايه؟ الكليرانس اللي بيفصل بين هاي بريشور واللو بريشور. ده اللي انا بقدمه لك ده دلوقتي. هو مجرد اه انيميشن. علشان بس تفهم يعني ايه بوزيتيف ديس بليسمينت. يعني ايه الكنسيب بتاع بوزيتيف ديس بليسمينت. عشان لو ما نيجي تكارن. ممكن نقول عليها. هي دي يعني. هو عشان بس حركة بس انت ما تقدرش تجينيرالايز الكنسيب ده على على جير بومب مسلا لان الحركة في الجير بومب. لا لا الجير بومب حاجة تاني. اه هما الكنين. لا الجير بومب والبيستون بومب والفين بومب كلهم بيستغرموا نفس الخلصة. ايه بوزيتيف ايه. بس دي بس دي عشان البيستون بتاع بيعمل حركة يعني ماشي ممكن نسميها بس هما بيسموها الاكسيالبيستون بومبس. او الريديالبيستون بومبس. هنبقى نشوف الميكانزمات دي. زي ما انت شايف كده هتلاقي يعني في مشوار واحد بيحصل في وقت واحد. بيسحب ثم طارد. سحب ثم طارد. خلاص? ده اه الكنسيب بتاع طيب. اه نسأل سؤال عرضي كده هو المضخة مسؤولة عن تضفق ولا مسؤولة عن ضغط? المسؤولة عن تضفق بالمقام الاول وانها لا تسمح في التضفق ده بالتضفق ده انه يرجع في جسمها في صورة اكتر مما هو مقبول او منصوص عليه في بتاعها. طب هتقول لي ما للضغط بيجي منين? قلنا قبل كده. الضغط دي اه اه بيجي من مجموع اللوسس او المقاومات اللي ماشي قدام الزيت. including line losses والفافلوس واللود واللود وكل ده قبل ما الزيت ده يرجع آآ تاني. الدليل على كده ايه? خد الخارج بتاع الترنبا ده ورجعه للتانك كده. انت متوقع هنا تقرأ اي ضغط? ها? لا. 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 انما حطي لي هنا خانة واخنق. يبقى الضغط هيبني قدام الترنبا بناء على ايه? على الخان اللي عندك. يبقى اذا مسئولية المضخة مش انها تنتج ضغط. انا بقولي الكلام ده ليه? لان في ناس متصورة ان المضخة بتضغط الزيت وتدهولك مضغوط جاهز تستخدمه. مش صح. الترنبا بتديلك كمية من التضفق باورج بمتوسط ثابت. حضرتك التضفق ده لو لقى السكة سهلة ويرجع للتانك مفيش ضغط هيبني. في اي مقاومات الضغط هيبني اكوردنج لي. خلاص? مفهوم الكلام ده? تمام. طيب. نكمل بقى في الاتجاه ده. طيب ايه الفرق بقى الجوهاري بين الـ positive displacement والـ hydrodynamic اللي هي non-positive displacement اللي احنا بنسميها centrifugal pump. الـ concept هنا مختلف. ما عنديش عملية السحب ثم الضغط. ما عنديش العملية دي. انا عندي flow stream of flow continuous. ازاي ده بيحصل؟ الـ rotating element أو الروتور في المضخات التارت المركزي. عنصر اسمه impeller. والـ impeller ده ممكن يبقى radial impeller أو axial impeller بالمنظر ده. الـ rotating element هتلاقي الـ veins اللي موجودة هنا دي سبت. بتكون chambers سبتة بينها وبين بعض. زي الـ radial veins دي او axial veins دي. خلاص؟ الـ element ده بيدور بسرعة عالية. واحنا بنحضر الترمبا دي بحيث انه الـ liquid اللي هيجي على المدخل بتاع الترمبا هنا بيبقى in contact مع الـ impeller ده. طيب لما الـ impeller ده يدور ايه اللي بيحصل؟ الـ liquid اللي هو in contact مع الـ impeller ده حيدور معاه ويكتسب نتيجة الـ engineering profile بتاع الـ veins دي. هيكتسب ايه؟ هيكتسب centrifugal force. اه هيكتسب centrifugal force. فهو بيدور معاه هيكتسب قود طرد مركزي. فهيخرج على الـ housing ده ويروح رايح على فين؟ رايح على برا. طيب هتشوف حاجة كده يبقى اول حاجة الـ liquid اللي هو get in contact مع الـ impeller ده اول حاجة اكتسبها كينيتيك انرجي عالية جدا لانه هو ضار بسرعة الـ impeller ده فاكتسب كينيتيك انرجي. طيب ولما اكتسب كينيتيك انرجي وهو خارج برا تلاقي الـ area دي gradually بتزيد كده صح؟ زي ما انت شايف ده اسمه الـ volute case. الـ volute case ده الـ area بتاعته وهي بتوسع كده السرعة بيجراء لها ايه؟ بتقل. بتقل. يبقى جزء من الـ kinetic energy اللي اكتسبها الفليويد ده بتتحول لـ pressure energy عند مخرج الايه؟ عند مخرج المضخة. فالمخرج بتاع المضخة ده بيديلك حوالي تقريبا الـ liquid اللي خارج من هنا ده بيبقى في حدود اتنين بار تقريبا او حاجة كده. حاجة كويسة تخليه يمشي مثلا عشرين متر يطلع فوق عشرين متر او يمشي في مثلا طلها 30-40 متر ولا حاجة حسب اللصص بتاعه. فهنا كأنك بالظبط الـ liquid اللي جيد ده انت تديته حقنة energy خادها لف بيها وطلع برا واكتسب نتيجة الدالة في الـ area ده اكتسب pressure Truck مثلا في حدود اتنين بار كويسين يطلعو عشرين متر فوق او يمشوا مثلا تلاتين اربعين متر في هوريزونتال بايب في شبكة مية في شبكة غاء في شبكة بترول في شبكة كيميكالز في حاجات في حاجات بالمنظر ده فده ما يسمى بالايه بالهايدرو دايناميك بس ما عندناش الكنسيبت بتاع الايه السحب وبعدين عدي على باريار واروح لبرش هاي بريشور ما عنديش الكنسيبت ده خالص لسه فيه كمان منعشة هقولها بس خليني اوريك الانيميشنز اللي هم ستة وتلاتين الاول الانيميشن ده هتلاقي منه هو ده الريديال امبيلر ريديال سنتريجال بومب الدوتس اللي انت شايفها دي اللي هو الليكويد بيكتسب كينيتك انرجي في الاول وبعدين يلف في اليوت كيس جزء من كينيتك انرجي يتحول لبريشور انرجي عند المخرج فما عنديش ما عنديش الكنسيكاديف بروسيس سكشن ديششارج سكشن ديششارج فالترومبا بتديلك هنا ايه كونتينيوس فلو مش بتديلك انترميتنت فلو خلينا نشوف الميديا التانية اللي هي الفيديو رقم مية ستة هنا هايقول ايه الراجل له اهو فقال بالضبط نفس الكلام لما بيجي الفيديو بيكتسب انرجي وبيطلع بالسنتريفجال بورس على ايه على بره طيب من ناحية التسمية الهايدروستاتيك ماشينز دي انا بقول ماشينز هنا يعني اقصد بيها البومس والموتورز بنسميها بوزيتيف ديس بليسمينت علشان البرينسيبال اوبريشن بنسميها جيوميترك ماشين لانه طبعا احنا بنحسب الفلو بالجيوميتر في مقابل هنا البومس بنسميها سنتريفجال بومس الموتورز ما بنقولش عليها موتورز بنسميها توربينس او بنسمي الاتنين كونتينيوس فلو ماشينز فلس؟ تعال برضو نشوف الفيديو ده 725 ده الفرق ده الفرق بين ايه؟ بين اه بوزيتيف ديس بليسمينت بومب اللي هي بيمثلها جير بومب مثلا هنا وستلاقي هنا ايه بقى كونس التعجيب او انه لما زودنا الحمل هنا مزال قادرة المضخة دي قادرة على انها تشيل الحمل ده لكن لما زودت الحمل هنا زيادة عن قيمة معينة الحمل ده ما دي ما قدرتش تشيله لان البومب دي ممكن تفضل شغالة والضغط يزيد 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 ومع ذلك ما منفعش الفلو هنا لا يرجع ولا حاجة لكن هنا هتلاقي ايه؟ بالرغم ان الانبيلر بيدور لكن لما اللودي يوصل لمرحلة معينة او اللاين ده يتقفل الانبيلر ده يفضل داير من غير ما تحصل مشكلة انما هنا ما ينفعش اقفل لللاين ده والمضخة دي شغانة وده اللي بيبان في الكيرفات دي ادي positive displacement pump وانا حطيت هنا قدامها محبس وادي centrifugal pump وانا حطيت قدامها محبس في centrifugal pump ايه اللي بيحصل؟ هتقفل عندك centrifugal force بتحاول تخلي الليكود يطلع برا وعندك resistance من برا كل ما تقفل المحبس داي بفيه resistance لما ال resistance تبالنس مع centrifugal force خلاص الليكود مش هيطلع برا والفلول طالع من الترومبا هيبقى صفر عند ضغط قيمته مثلا اتنين بار ولا حاجة اللي هو طبيعي مصورة المية تقدر تشيله فانا مش محتاج ايه؟ يعني ممكن المضخة تفضل شغالة والامبلر بيلف والمية اللي هي in contact مع الامبلر تقدر تلف مع الامبلر زي ما شفنا في الفيديو اللي فات من غير ما نظامي فرقع ولا حاجة والمصورة فرقع ولا حاجة لانه الضغط اللي هيطلع من centrifugal force دي كلها في حدود اتنين بار ولا حاجة تقدر المصورة تشيله انما انا لما استخدم positive displacement pump واجي اقفل المحبس دا قدامها دي positive displacement pump لازم لازم تخيل مثلا انه الوريد المعارش اسم الشريان بقى ولا الوريد اللي هو خارج من القلب انقفل والقلب لازم يضخ ايه اللي هيحصل فالنتيجة انه السيستم هيحصل له failure من اضعف نقطة فيه فهنا الفلو اللي خارج من المضخة دي لما بنقفل المحبس دا بيقل slightly قوي علشان خطر الليكتش بيزيد ولكن الضغط ممكن يفضل يزيد 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 لقيمة السيستم نفسه ما يستحملهاش فعشان كده بنعمل ايه بنحط جنبنا على التوازي جنب المضخة على طول البلف دا اللي هو بالف الامان اللي هو يفتح علشان الضغط ما يزدش عن قيمة معينة فلما يفتح يبقى الفلو اللي هو رايح ناحية المحبس دا هينزل للصفر لكن الفلو اللي ماشي في البلف دا هيبلع كل الفلو اللي جاي من المضخة علشان يحافظ على الماكسموم بريشورت ايه بالسيستم فده الكاركتوريستيك كيرفز بتاعت البوسلتف ديسكليسمين بومس فرسوس السنتريفجال بومس فلينا نشوف كمان ايه الفيديو اللي بعده هم ممكن احط السمام دا عند المضخة سنتريفجال بومب هادوك ايه لا في الواقع ما بأيعملوش كده هقول لك انا بعملوه ايه هقول لك انا بعملوه ايه اللي بيحصل ايه اننا هنا وانا شغال طبيعي الفلو خارج من الترمبه خارج من الترمبه خارج من الترمبه كويس؟ في الناحية الشمالة ايه انما انت لو قفلت المحبس لو انت قفلت المحبس اهو الفلو هيقل خالص خالص خالص. بس انت لو قفلت مش هيبقى فيه فلو خالص. لكن كل الباور اللي رايحة للمضخة بتتحول لإيه? بتتحول لإيه هنا شايف? حرارة. حرارة هي. علشان بقى المضخة ما تسخنش وتفضلها تشغالها على الفاضي. بيبقى فيه بلونة كده او حاجة او بيبقى فيه زي اللي بيسموه آآ. فلو ميتر. لا لا مش فلو ميتر. ده موجود عندي موجود هو جهاز بيشوف الضغط هنا قد ايه? وبناء على الضغط ده بيعمل ايه? بيروح طافي. هو فيه حاجة الكترو ميكانيكا كده بيروح طافي المطور بتاع الترومبا. طول ما الضغط هنا آآ بيزيد الجهاز ده بيبقى راكب على المضخة بيحس ان الضغط زاد. بيروح فاصل دائرة الكهربا فالترومبا دي توقف. لو حد فتح. زي اللي افرام كده. اه. اه زي اللي افرام. في بيعملو ببلونة وفيه جهاز نفسه اوتوماتيك آآ صغير كده. آآ هو بيحس بالضغط. اول ما حد بيفتح الحنفية الضغط بيقل هو يروح فاتح مشغل المطور. قفلت الحنفية حضرتك. الضغط زاد بيبدأ المطور شغل مثلا عشر ثواني. الضغط يزيد يروح الاوتوماتيك ده يروح فاصل دائرة الكهربا. موقف الايه? موقف المضخة. بس احنا بنعملش كده طبعا في المضخة اللي هي اللي انا عايزها تبقى دايرة على طول. علشان آآ لو انا آآ عملت للفالف ولا حاجة الاقي الباور جاهزة على طول. طيب هتقول لي وانا هسيب البومب تروح على على الريليف فالف? هقولك لأ. الطبيعي انك انت ما تخليش البومب تروح على الريف. لازم تشوف طريقة للبومب تروح بطريقة سهلة على على التانك. لو انت مش عايز منها باور من غير ما تضفي المطور. ازاي ده هنقشه في شرطة ثمانية لما نيجي في السيركتس تمام؟ طيب في لسا عندنا برضو هنا الفيديو مية وسبعة اللي هو بيشرح فيه بقى الكونست لو اتعرضت للنحلة على الناس. انتعرضت للنحلة على الناس. انتعرضت للنحلة على الناس. كما تشوف هنا لما قفلت المحبس المقاومة من بره بقت قد فكمية السائل اللي هي جوه الهاوزنج بتاع المضاخها هتلف مع الامبيلر بس والباور تتحول تتحول لحرارة. لكن الضغط اللي تكون هنا ما هوش كبير قوي بتقدر المواسير ايه تشيره بخلاف التحول الخاصة على الناس. قدامها. خليني اقوات السوداء. لما لما تقفل المحبس قدامها المقاومة الخارجية بقى يتقاد. عند ضغط تقريبا يساوي اتنين بار. وده ضغط يعني بتقدر مواسيل المية بتشيله من غير مشكلة. فمش هيحصل في الحالة. طب الضغط مش هيزيد مع مع الوقت? لا مش هيزيد ما احنا اتفقنا هيزيد ازاي? لان نظام الضغط هنا ما هواش ده هو عبارة عن امبيلر بيلف. والامبيلر بيلف ده بيدي ما هو تزق الزت ده مش هتزق السائل ده بضغط كبير. مش هتفضل تزقله. لانه ما عنديش باريير بين الانلة والاوتلت. انا هنا ما عنديش شامبرز. وما عنديش باريير بين الانلة والاوتلت. فهتعملك ضغط هنا في الخارج حوالي اتنين بار. الاتنين بار دي لو انت قفلت المحبس خالص هنا. جسم الترومبا بيقدر يشيله. جسم المواسير بتقدر تشيلها. ما عندناش فيليار هيحصل. تمام? انت الدليل على كده ايه? انت مثلا في المدينة اللي انت عايش فيها. مش في خزان مية? اكيد في خزان مية. مرتفع بقى. اه خزان المية ده تحته في مضخة طرد مركزي. علشان تاخد من الخزان ده وتستغل الهد البوزيتف ده. ما يحصل لاش بتاخد من الخزان ده وتضخ في شبكة المواسير في الحي كله. مش كده? هل? هل? هل احنا في بيوتنا سايبين الحنفيات مفتوحة على طول? لا طبعا. لا. يبقى ايفزا ده معنا ان كلنا ممكن نقفل الحنفيات والمضخة شغالة ما يجراش حاجة. بس هم عشان يوفروا شوي الطاقة بيبوا جايبين اه 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 اجهزة الفلو ماك اه اسمها افتكرت اه اسمه هناك في مصر بيسموه الفلو ماك. الفلو ماك ده بيبقى راكب على الترومبا. بيحس ان فيه ضغط الراجل الناس قفلة الحنفيات. انا مش عايز الترومبا بدور دلوقتي. فبيروح طافي المطور بتاع بتاع الترومبا. عشان يوفر طاقة. لكن حتى لو الترومبا شغالة مش هيحصل حاجة. ده اه اه في في المطاقات اللي هي الطارد المركزي. وبالتالي تفضل. ماكسومن بريشر في اله في السنترفيوجل قد ايها ده. انا قلت لحضرتك هو في حدود اتنين بار لو مرحلة واحدة. لما بيجي نسحب ميا من تحت خالص او من قبار تانية احتمال نستخدم مضخات ملتاي ستيج يعني اه 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 متعددة المراحل. لو انا عايز ابني ضغط اعلى او اه اه او اسحب من اعماط اه يعني اه بعيدة. ببقى كده ستيج. اه ببقى تبقى مالتي ستيج. ده السنترفيجل بومس. والسنترفيجل بومس المفروض ان انا باستخدمها في كل الطبقات اللي محتاجة لو بريشر بس الفلو يبقى عالي قوي. زي ايه مثلا زي مصنع حديد فيه مطلوبة للتبريد بتاعة الميلز وهو خلافه فلازم يكون في عندي في المصنع. مين اللي هيوصل الووتر دي للمراحل المتعددة في الميلز. اه سنترفيجل بومس. اه كولينج سيستم انت بتعمل كولينج سيستم عايز ووتر كتير قوي بفلو عالي بس الضغط مش بالضرور يبقى عالي في الكولينج سيستم يعني. ده تطبيق مناسب لسنترفيجل بومس. لو انت بتعمل اه ري لكل مضخات الري اللي هي موجودة اه في الفيلز دي كلها اه عبارة عن اه سنترفيجل بومس في الفايرفايتينج اللي هو يعني اه اطفاء الحريق اه حاجز دي. لكن لما تيجي تكلم على بقصود الديس بليس من بومب ده دي المضخة اللي انت عايز منها ري لتفلي فلو قليل بس البرشور يبقى عالي قوي عشان اعمل ايه عشان ادرايف لودز واعمل موشن كنترول اعمل لوبريكيشن سيستم اعمل اه اشغل مجبس اشغل مكان حقن اه اشغل اه حفار لودر اه 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 مكنة اسفالت كونكريت ميكسر اه اه كرين يعني يوجست نيمت خلاص ده اللي احنا بنسميه خلينا نشوف برضو بي حاجة هنا بالزبط ادي المضخة دي لو انا عايز اعمل الووتر يوتيلتي يبقى شبكة موسير الووتر يوتيلتي لكن لما اجي اشتغل في المعدات دي ببقى محتاج ال بوزيتف ديس بليسمينت بومس فده كوز كده دي سنتريفجال بومس تيجي هنا دي سنتريفجال بومس تروح هنا لكن ال بوزيتف ديس بليسمينت بومس مع المعدات دي تمام يا جماعة عرفنا الفرق ده خلاص هننسى بقى الهايدروداناميك بومس او سنتريفجال بومس وهنكمل مع مين مع الهايدروداناميك بومس اي سؤال انا متهيق لي انه اه ان احنا هنقفل هنا و هناخد عشر دقايق اه راحة و اجي اكمل المحاضرة التانية تمام? فانا نعمل راحة بين الايه بين المحاضرة تانية. فانا هقفل هنا وبعد عشر دقيق بالضبط اه 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 هسنل للزهر زي ما انتم صليتوا العشاء. يعني مدى التابل الساعة كامة يا دكتور. اه يعني دلوقتي اتناشر ستة و تلاتين ان شاء الله اه اتناشر اه ستة واربعين. ماشي? اوكي.